عايز أقولك أنه فيه لعيب بن حليب لعيب الرجاء حتى الإعلام المغرب النهاردة شفت كتير بيلوموا بن حليب لأنه وقف نظرة كده فيها شيء من الاستهزاء والاستعلاء بالجمهور شمتان فيهم أو أنه هم يعني ها فمفيش معددش يدوب دقيقة ولا حاجة هي دقيقة في نفس الدقيقة كانت دقيقة 88 ونص 86 ثانية بالضبط 86 ثانية دي الجنب بتاعنا فهاي شوف على رأيي فاروق جعفر قال لك أنا يعني زمان كان بيقول إيه ما بعرفش أنه إحنا كسبنا غير في نشر التسعة قال لك ما اتطمنش أنه إحنا كسبنا لأهل اللي ما سمع في نشر التسعة كانت المطشات بتتلعب ساعة ثلاثة وبعدين طورها قال لك في الدوش في البيت ده مخفيف فعل يعني هي المعنى إيه المعنى إن ما هي ديه ناس بتلعب لآخر رمق واعتادوا على الهدوء ده بقى اللي بيوصلك إن كنت تقدر تكسب في التوقيت ده لأن عادة التوقيت ده بيصدر إليك القلق والتوتر والتصرع فعندما تتاسم يتاسم أدائك بالهدوء بيدي لك فرصة إنك إنت تتفكر أحسن حاجة بيحصل الكلام ده أنا كنت يعني مهتم جدا بالبطولة دي لأن الحقيقة كان حيبقى صعب إنك تخسر الدوري السوبر المصري ثم السوبر الإفريقي الكلام ده ما كانش ينفعنا مش الأهلي يعني فكن تكسب أولا قربت من ريال مدريد زودت من ألقابك وأرقامك القياسية سليسا انكسرت حاجز إخفاق وجبتهم 144 ما أنا بقول لك يدي المية أربعة وربعين 144 فأنت كان مهم جدا جدا تحقيق هذا اللقب اللعبة تنطلق من ثبات هي دخلة على دوري ودخلة بعد كده على كاس عالم للأندية تنطلق من تفاوض تنطلق في حاجة في ظهرك أنت محق نجاحها غير أنك خايف عارف أن نجاح بيجيبنا بقى الجاح والفشل قد يستدرجك إلى فشل لقدر الله مش الأهل عشان كده قلتلكوا يعني رابكة البداية برضو محدش خاد باله كتير أنه ياسر إبراهيم لقى بعد المباراة ما بدأت بدئتين لدرجة أنه لدرجة أنه الرجل الحاكم الرابع كان عايز يرفع اللوحة على أنه ده تغيير فكابتن ساد عب حافظ قال له لا 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 ده مش تغيير ده تعديل في التشكيل ده استقبال أنا من حقي أنا من حقي أبد المباراة نقص طبعا لغاية عدد أقل من سبعة يعني العدد غير قانوني لكن من حقي ألعب عشرة لغاية لما اللعب يجهز ده اللي يوري لكم إيه سبب التوتر والرابكة اللي في البداية الدنيا مش يعني مش في أحسن حالة لأنه الإصابة في لحظة أنت لسه عايز تلقن ياسر مهام وأدوار فوجئ بيها وعايز تلقن حمد فاتحي بتغيير مهام مفاجأة بالضبط هي الفكرة هي جات كده يعني لو حصلت في قط اللبس كان حبا فيها عندك فرصة وتم استدعاء رمي ربيعة بقى على دكة البودلالة لأنه ما كانش في الثمانتاشر فأنت لما تشيل عمر السلية اتحطت رمي ربيعة كبديل وياسر إبراهيم لعب الحمد لله اليوم ده عدة لأنه كان يوم صعب ما كانش ينفع يكتمل بالشكل وبعدين ناس تقول لك حظر هو في حظر أسوأ من كده هو أنا لما استحوض 70% أستاذ إبراهيم وأنا صاحب الفرص وأنا يعني صاحب الأداء وبعدين نجيب جون بالمنظر ده الناس ستهمني بالحظ ولا هو الحظ لو بتسم للي 30% استحواز وجون بشكل مفاجئ وإصابة هو فين الحظ ده منتهى سوق البخت ده لو فيه حظر الأهلي يلعب المشي ده مرتاح ونخلص لكن كان الحقيقة أسعد حاجة فرحة جمهور الأهلي ربط مشجع الأهلي في الدوحة يا جماعة عددها 70 ألف لشان أنا سمعت حد من الزمرة بقول لك 10.000 و 15.000 عددها 70 ألف والمسجل عندهم حتى على الصفحة بتاعتهم 110 ألف فعدد ما شاء الله استقبالهم للأهلي كان في منتهى الحماس والحب والسعادة والفرحة أنه الأهلي جاي فعلا علشان يفرحهم ويحرز هذا اللقب لغاية لما البعثة غادرت مطار الدوحة بصوا هتلاقي الجمهور في المطار مع كابتن محمود الخطيب ينضيله متشيرتات لدرجة أنه واحد قدى ظهره لكابتن الخطيب ولابسه فالحق قال له نضيله على ظهره فمضاله على على الفانيلا وهو لبسها هتلاقوا أهو أنا حتى اللحظات الأخيرة أهو عاديين نقطع كابتن الخطيب يعمل كل شيء يختل بيه بقى أهو بيبه بس بصوا فرحة جمهور الأهلي واللي النادي الأهلي بيعملوا إيه للمصريين والجماهير وفي كل مكان شوفوا حجم السعادة اللي عند الناس أهو الرجل التاني قال له النبي انبهالي هنا على قلبي بصوا صانع السعادة عامل إيه ما أجمل الفوز والبهن شوفوا الفرحة عند المصريين وعند جماهير الأهلي في كل مكان والحقيقة حتى مش بس المصريين يعني حنفرقكم على بعض الدول العربية وحجم السعادة فيها مع الأهلي شوفوا فلسطين هتشوفوا حاجات تسعت فعلا كل أهلاو في كل مكان الأطفال الصغيرين اللي جايبين الفانيلا وجايبين العالم طب أنا عايزة أقول لك حاجة ماذا يصدر النادي الأهلي من أفكار وقيم لهؤلاء الأطفال الإصرار والنجاح وإرادة المكسب وإرادة المكسب ونقطة مهمة جدا والتواضع أي